اشتركوا في القناة وأن الأسنة شرع والبيض متلعة من الأغماد إذن الأسنة هي نصول الرماح هي التي لها علاقة أصلاً في موضوعنا فقط ثانياً لا تلين قناتهم قلنا معنى القناة الرمح أي لا تضعف هل معنى الجملة لا يعاملون بلطف أم لا يستجيبون للنداء أم لا تجف مياه قناتهم أم لا يخضعون يعني بتنازل ويذل بالتأكيد المعنى لا يخضعون هذا المقصود بمعنى أن رماحهم لا تلين دائماً قويين لا يخضعون سؤال الرابع وضح الفرق في المعنى بينما تحته خط فيما يأتي ري الرحاب تغص بالورادي تغص قلنا تغص تغص بمعنى تم تليؤه تم تليؤه با لا تتناول الطعام بسرعة فتغص فيه فتغص فيه ما معنى تغصنا يعلق في فمك أو نقول في حلقك منه يعلق في حلقك منه في الحلق طبعاً كلنا يعرف الغصة ولكن حتى نعبر عنها بشكل صحيح خامساً يقول هاتي من القصيدة كلمات تقارب في معناها الكلمات الآتية نريد من القصيدة كلمة تقارب معنى الردى والردى بمعنى الموت ما الكلمة التي كانت بمعنى الموت أيضاً تذكرون؟ أكيد لا الكلمة كانت الحمام فما تلين قناتهم تحت السيوف ولا الحمام العادي طيب السيوف كلمة بمعنى السيوف متلعة من الأغمادي ماذا كانت الكلمة؟ البيض البيض في القصائد خاصة تتحدث عن المعركة دائماً تكون بمعنى السيوف طيب الغبار شيء بمعنى الغبار قلنا وثبت بهم في نقع في نقع كل كريهة همم الغزاة وعفة الزهاد همم الغزاة وعفة الزهاد وهكذا ننتهي من المعجم والدلالة لننتقل إلى الفهم والتحليل في الفهم والتحليل السؤال الأول يقول لنا يقول الشاعر لمن المضارب في ظلال الوادي ري الرحاب تغص بالورادي ما المقصود بكل من المضارب والوادي نحن قلنا سابقاً قلنا المضارب هنا هي المنازل هذا المعنى المقصود بها الوادي ما بين جبلين المنازل هنا ما المقصود بها مضارب في ظلال الوادي المقصود بها الكعبة وما حولها هذا المقصود هنا والوادي ما بين جبلين هو حول الكعبة بين قوسين في مكة في مكة هذا المقصود بالوادي بما وصف الشاعر هذه المضارب ري الرحاب تغص بالورادي الرائحة الطيبة وأيضاً امتلاؤها بالزوار بالضيوف والكعبة لا تنتهي الزوار منها اقرأ الأبيات الآتية ثم اجب عما يليها الله أكبر تلك أمة يعرب نفرت من الأغوار والأنجاد طوت المراحل والأسنة شرع والبيض متلعة من الأغماد ومشت تدك البغي مش يتوافق بالله والتاريخ والأجداد ألف ثورة العرب كانت رداً على الظلم ما البيت الذي يشير إلى ذلك؟ ثورة العرب كانت رداً على الظلم ما البيت الذي يشير إلى ذلك؟ أين ورد الظلم أو شيء بمعناه؟ هنا إذن ومشت تدك البغية طيب يقول بيّن الحالة التي كانت عليها الأمة كما وصفها الشاعر تلك أمة هذا المقصود كيف الحالة؟ الحالة أنها نفرت من الأغوار والأنجاد كل هذا نفرت من الأغوار والأنجاد يجيب ورد في البيت الرابع ما يشير إلى المرتكزات التي استمد العرب منها عزيمتهم بيّنها طبعاً البيت الأول لمن المضالب هذا الثاني هذا الثالث هذا الرابع هذا هو الرابع إذن ما المرتكزات؟ المرتكزات ثلاثة الله والتاريخ والأجداد يعني الدين الله رب العباد والتاريخ ما حصل في التاريخ في الزمن الماضي والأجداد يعني أنهم أبات أباً عن جد كما يقال هذا هو السؤال الثاني ننتقل إلى السؤال الثالث يقول في ضوء قراءتك الأبيات من خمسة إلى ثمانية أجب عما يأتي ما العهد الذي قطعه الشاعر على نفسه؟ الذي قال فيه وإنه باق على الحدثان والآبادي قال لك في دمي حق الوفاء إذن حق الوفاء هو العهد الذي قطعه الشاعر على نفسه ما موقف الشاعر من الأمة العربية؟ ما موقف الشاعر؟ عندما قال الله أكبر تلك أمة يعرب نفرت من الأغوار والأنجاد إذن موقفه هو الفخر هو يفخر بهم ويعتز استخلص من الأبيات صفات المشاركين في الثورة العربية الكبرى الصفات أولاً القوة وشهدت بأس بنيكي يوم تشمر ثانياً أيضاً نحاول أن تتذكروا وأنا أكتب القوة والوفاء والتطوع يعني هم يريدون ذلك والهمة همم الغزاء وأيضاً عفة الزهاد وربما نستخدم أكثر أيضاً لكن هذه أبرزها خمسة استخدم من الأبيات ما يدل على كل من الآتي يدفعون دماءهم ثمناً لحريتهم البيت الذي يقول فيه ومن اشترى استقلاله بدمائه لم يستنم لأذن ولا استعباده اختاروا مشاركة في الثورة بإرادتهم أي بالتطوع البيت الذي يقول عرب تطوع كهلهم وغلامهم عرب تطوع كهلهم وغلامهم سادساً اقرأ البيت الآتي ثم أجب عما يليه الملك فيك وفي بنيك وإنه حق من الآباء للأحفادي من المخاطب في البيت السابق؟ قلناه في الحصة السابقة المخاطب في البيت السابق هو الشريف الحسين بن علي الشريف الحسين بن علي ما دوره في الثورة العربية الكبرى ونهضة العرب؟ كان هو المؤسس والقائد المؤسس والقائد ما الحق الذي قصده الشاعر في البيت عندما قال الملك فيك وفي بنيك وإنه حق من الآباء للأحفادي حق هذه عائدة على الملك إذن المقصود هنا هو الملك هذا البيت السادس ننتقل بعد السادس إلى السابع قال تنوعت أبيات القصيدة ما بين الوصف والحماسة والفخر بالأمة مثل لهذه الأغراض ببيت من القصيدة لكل منها أين ورد الوصف؟ الوصف ورد في البيت الأول أين ذهب القلم؟ في البيت الأول عندما قال ريا الرحابي تغص بالورادي والحماسة عندما قال الله أكبر تلك أمة يعرب نفرت من الأغوار والأنجادي طيب والفخر عندما يقول فعلمت كيف يثور من طلب العلا ورأيت كيف عزائم الأمجادي يفتخر بهم طيب ثاميا عبرت النهضة العربية الكبرى عن القومية العربية تعبيرا صادقا عن القومية العربية تعبيرا صادقا وضح ذلك عندما قال تطوع كهلهم وغلامهم أي تطوع الجميع من شتى الأعمار والأعراق يعني البلدان من كل بلد ومن كل عمر كلهم تطوع استخلص من الأبيات ما يدلك على صدق مبادئ الثورة ونجاح مرادها ما الأبيات التي دلت على صدق مبادئ الثورة ونجاح مرادها البيت الذي يعني كان فيه أكبر نصيب وكل هناك عدة إشارات عندما قال فعلمت كيف يثور من طلب العلا ورأيت كيف عزائم الأمجادي حتى يصل إلى الملك فيك الملك فيك تعني أنها يعني تم الأمر وانتهى يعني حصلت وانتصر ما شعورك وأنت تعيش آمين في بلد بناه الهاشميون هذا يترك يعني للطالب بإمكانه أن يعبر عنه لكن لا شك أن الشعور سيكون الفخر ربما المرجعية الدينية ربما الحماسة الموجودة كأنه يعلم أن الملك والانتصار كان حقا من الآباء للأحفادي وسيصل إلينا وسيستمر معنا بإذن الله حال الحادي عشر أذكر أمثلة على تمسك جلالة الملك عبد الله الثاني بمبادئ الثورة العربية الكبرى ونهضة العرب بعد مائة عام من انطلاقها أولا الاحتفال بها الاحتفال السنوي بها وأيضا والتذكير المستمر بها وبمبادئها سواء في الخطابات الملكية أو في المناهج التعليمية في المدارس كل ذلك يذكرنا دائما بها ننتقل الآن إلى التذوق الأدبي السؤال الأول في التذوق الأدبي يقول ووضح الصورة الفنية في البيتين الآتيين ومشت تدك البغي مش يتواثق بالله والتاريخ والأجداد هنا شبه النهضة شبه النهضة العربية لنقل مثلا بآلة أو مدرعة تمشي وتضرب البغية أينما ذهبت أينما ذهبت طبعا أينما ذهبت تمشي ممكنك أن تلعب بها كما شئت بلغتك الخاصة لكن المهم أن النهضة شبهها بآلة وأنها تضرب البغية ومن اشترى استقلاله بدمائه لم يستنم لأذن ولا استعبادي شبه الدماء بثمن دفعه لأجل شراء سلعة وهي الاستقلال إذن عندي الاستقلال هو السلعة والدماء هو الثمن وصغ على ذلك ما أردت يعني إذن كانت تقول شبه الاستقلال بسلعة اشتراها بثمن كان دمائه أو شبه الثمن الذي دفعه بأنه دماء الشعب أو دماء الذين حرروا ونهضوا حتى نالوا استقلالهم رسم الشعر في بعض أبيات القصيدة لوحات شعرية نابضة بالصوت والحركة واللون بالصوت والحركة واللون وضح تلك اللوحات في الأبيات الآتية لمن المضارب في ظلال الوادي ري الرحابي تغص بالورادي تغص بالورادي هل تشير إلى صوت أم حركة أم لون تغص بالورادي أي تمتلئ إذن هنا عندي بالحركة تغص بالورادي أي تمتلئ يعني الجميع يأتي عليها وأيضا عندي وهم الأبات فما تلينوا قناتهم تحت السيوف ولا الحمام العادي تحت السيوف تشير إلى ماذا صوت السيوف إذن هو صوت تحت السيوف ولا الحمام العادي الثالثة ولقد خلطي بياضهم بسواديهم يوم الوغى وبياضهم بسوادي لا شك أنها تشير إلى اللون إذن عندي الصوت تحت السيوف ولا الحمام العادي الحركة تغص بالورادي اللون الأبيض والأسود ثم السؤال الثالث يقول استخرج من القصيدة ثلاثة أمثلة على الطبق أولا نقول بياضهم وسوادهم يعني أبيض وأسود وأيضا نقول كهلهم وغلامهم وبإمكاننا أيضا أن نقول غير هذه أيضا ماذا ورد معنا من طباقات الطباق نذكر يعني تذكيرا أغمى أنكم يجب أن تكونوا قد حفظتم ذلك أو تكونون قد حفظتم ذلك الطباق معناه كلمتين عكس بعضهما قلنا بياضهم وسوادهم وكهلهم وغلامهم وأيضا لنعود إلى القصيدة حتى نجد الثالثة ما الثالثة التي لم أعد أحفظها أنا لنرى الأغوار والأنجاد عندنا عندنا الأغوار والأنجاد طباق أيضا هل يوجد طباق آخر يعني هؤلاء هم الثلاثة الأشهر ثلاثة طباق وطلاب ثلاثة إذن نضيف عليها الأغوار والأنجاد الأغوار والأنجاد طباق استخرجنا من أبيات القصيدة ما يمثل المعاني الآتية التطلع إلى المستقبل حين قال حين قال حين قال الملك فيك وفي بنيك وإنه حق من الآباء للأحفاد إذن عندي باق على الحدثاني وحق من الآباء للأحفاد كلاهما تطلع إلى المستقبل طيب أين ورد الاعتزاز بالأمة العربية أين اعتز بالأمة العربية حين قال الله أكبر تلك أمة يعرب نفرت من الأغوار والأنجاد وعندي أيضا الأمل أين وردت أبيات فيها الأمل عندما قال فعلمت كيف يثور من طلب العلا ورأيت كيف عزائم الأمجاد هذا فيه مع أمعاني من الأمل الكبيرة جدا اختر بيتا أعجبك في القصيدة وبين سبب إعجابك به أنت تعجب وأنت تبرر وتبين سبب إعجابك بل يعجبك ما أردت وكل أبياتها كانت جميلة بما يوحي ما تحته خط فيما يأتي وشهدت بأس بنيك يوم تشمر بما يوحي يعني بماذا يوحي لك بماذا تفهم منه ربما نقول مثلا يوم تشمر التشمر ما نتشمر الاستعداد أي أنهم كانوا مستعدين لذلك ينتظرون أن يقوم أحد في هذه النظرابية فجاء الشريف الحسين وقام بها على ما يدل تسمية العرب الحرب الكريهة قلنا الكريهة هي اسم من أسماء الحرب لماذا سمت العرب الحرب كريهة لكرههم وقوعها يعني الطرفان يكرهان وقوعها ولكن إذا وقعت ستدمر الدنيا ويقومون بها هذا بالنسبة للتذوق الأذبي ننتقل إلى القضايا اللغوية القضايا اللغوية سؤال اثنين ثلاثة فقط وتنتهي يقول اقرأ الأبيات الآتية ثم اجب عن الأسئلة التي تليها استخرج من الأبيات السابقة اسما منقوصا الاسم المنقوص هو الاسم هنا الاسم المنقوص معناها آخره ياء آخره ياء آخره حرف الياء سنجده هنا في البيت الأول الوادي اسم وينتهي بياء إذن سيكون اسما منقوصا طيب اسم مقصور المقصور آخره ألف آخره ألف كانت هكذا أم هكذا كله ألف مثلا نأتي إلى كلمة هوا وهو انتغلغل في صميم فؤادي إذن هذا منقوص وهذا مقصور هذا منقوص وهذا مقصور ثلاثة فعلا مزيدا يعني كان به زيادة مثل طبعا وهذا أخذناه في فصل الأول مثل يستنم يستنم هذه يستفيد الطلب يستقبل يطلب القبول إليه فلم يستنم لم يطلب النوم لم يرتح لم يقبل كما قلنا إذن هذا هي الثالثة فعلا مزيدا مضافا إليه كثير نعود مثلا إلى الأول فنرى ريا الرحابي وهذه تكون الرابعة وكذلك الوادي أيضا مضافة لك طيب هاتي فعل كل من المصدرين الآتيين يريد الفعل أعطانا المصدر يريد الفعل استقلال يجب أن يكون اسمها فعلها من نفس جنس الزيادة استقلال يجب أن يكون استقلة سداسيا فنقول است قلة طيب والثانية استعباد أيضا استعبدة استعبدة استعباد استعبدة استقلال استقلة الأخير أعرب ما تحته خط عرابا تاما نعرب وننهي هذه الحصة بإذن الله عز وجل نعرب ما تحته خط الوادي في ظلال الوادي قلنا الوادي هو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة الكسر المقدرة ثم قال فلكل ربع من ربوعك حرمة لكل ربع من ربوعك حرمة بدأ جملة اسمية وبدأ بها بشبه جملة شبه الجملة لا يمكن أن يكون إذا كانت جملة اسمية إلا خبرا فإذن أين المبتدأ سيكون المبتدأ الاسم المرفوع الوحيد أصلا في الجملة وهو حرمة فيكون حرمة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم وتنوين الضم طيب عرب تطوع كهلهم وغلامهم الواو هنا حرف عطف تطوع كهلهم وغلامهم غلامه اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره الميم طيب وهو مضاف وهم تكون ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه مبني في محل جر مضاف إليه هكذا نكون قد انتهينا من القضايا اللغوية وانتهينا من الأسئلة يتبقى علينا بعد ذلك الكتابة وما يأتي بعدها الله أعطيكم العافية ونلقاكم في حصة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة